اشتركوا في القناة وجاءت تصريحات وزير النفط الايراني عقب اختار شركة توتال الفرنسية سلوطات الايرانية رسميا بانسحابها من مشروع بارس الجنوبي للغاز الذي تصل استثماراته الى مليارات الدولارات وكانت شركة النفط والطاقة الفرنسية توتال قد حذرت في وقت سابق من انها قد تنسحب من حق البارس الجنوبي في ضوء قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة